لو مشتنا التطور الطبيعي للي حصل لملف زاو الاحتياجات الخاصة من أول عام 2014 هنلاقي نفسنا ان احنا اتحط في الدستور المصري اللي حصل فيه التعدلات في 2014 كان مشارك فيه أحد زاو الإعاقة اللي هو الدكتور حسام من متحدة الإعاقة الحركية كعضو في لجنة الخمسين لسياقة الدستور وطبعا كان بعد ما تم التعدلات الدستورية أفرد لزاو الاحتياجات الخاصة أو زاو الإعاقة في الدستور المصري 11 مدة تتولى حقوق زاو الإعاقة على مدار السنة في 2014 ومن هنا كانت البداية من عام 2014 هي دي كانت البداية بالنسبة لنا كزاو احتياجات خاصة ان الفئة دي بتاديت الحمد لله تبقى الدولة فيها اهتمام بيها وبتاديت تظهر على المجتمع المصري ان فيه فئة لها حقوق ولها التزامات وواجب الدولة عليهم ان هما توفر لهم هذا الأمر في سنة 2015 يمكن كانت بداية أول التعامل مع ملف الزاو الاحتياجات الخاصة وهو إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص الزاو الإعاقة اللي هي اتعملت بقرار من فخامة رئيسة عبدالفتح السيسي إن يقدر يوفر النهاردة بعض التطبيقات التكنولوجية لزاو الاحتياجات الخاصة باستخدام التطور الطبيعي في التلفونات الأندرويد والكلام دي كون فالحمد لله رب العالمين إن احنا كل سنة من سنة 2015 لحد سنة 2021 وكل سنة بيحصل لنا إضافة في ملف زاو الاحتياجات الخاصة يمكن في 2016 و2017 نفس الكلام ابتدين في سنة 2015 في أول الانتخابات تم بعد تعديل الدستور المصري إن أفرد لزاو الاحتياجات الخاصة أو زاو الإعاقة كوتى في البرلمان المصري ويمكن منظن الحاجات اللي الدولة كان اهتمت بيها إن اكتم بتجهيز قاعات وأروقة البرلمان المصري للاستخدام زاو الاحتياجات الخاصة وكان أول برلمان كان فينا فيه تمن أعضاء من زاو الاحتياجات الخاصة بيمثله شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري من زاو الاحتياجات الخاصة يمكننا إحنا أول تعداد لنا أو تعمل برضو تعمل خلال سنة 2019 كما وصلنا في النسبة من عدد سكان الشعب المصري حوالي 14% من عدد السكان وطبعا لما نيجي نحول لها الأرقام فإحنا بنتكلم النهاردة على 15 أو 16 مليون شخص من زاو الاحتياجات الخاصة بكافة أنواع الأعاقة اللي موجودة الرقم ده طبعا رقم في التوزيع الديمغرافي المصري للشريحة المجتمع المصري رقم كبير جدا خاصة لو إحنا ضفنا ليهم الأهالي يعني كل شخص من زاو الاحتياجات الخاصة عايش في منزل المنزل ده ليه أب أو أم أو زوج أو زوج أو أولاد فالرقم ده بيتضاعف للضعف بنوصل لحوالي 40 أو 50 مليون شخص ليه علاقة مباشرة في زاو الاحتياجات الخاصة والرقم ده رقم مهول يعني فمن هنا كان النظر لهذه القضية أن هي قضية أمن قومي وكان لازم أن الدولة تهتم بهذا الملف خاصة بعد سنوات التهميش اللي تمت على ملف الزاو الاحتياجات الخاصة في السنين اللي فيتد شكرا